وتبقى ضربة البداية لذا لازم التنويه والتحذير الحقيقة مالك وكتابة من فترات طويلة جداً مستهدف انك باستمرار تلاقي صفحات باسم البرنامج والجديد كمان جروبات باسم البرنامج وباسمينها جرسية وبالاسم يعني جروب باسم مالك وكتابة وفيه عدد كبير من المتابعين وصورة المهندس عادل وصورة الصورة الرئيسية بتاعت البرنامج فلاقيت اكتر من واحد يكلمني زعلان من بعض الحاجات اللي بتكتب على الجروب ظنن ان احنا المسؤولين عن ده ويقول ما يصحش ده يتقل كذا وما يصحش حد يقول كذا وبعدين لما بيبعتني صورة من الجروب ألاقي زي ما هتشوفوها حضراتكو دلوقت هتلاقي مالك وكتابة وصورة المهندس عادل وأنا كما لو كان ان ده الجروب فعلا مالك وكتابة عليها عدد كبير مش عارف تلتمائة الف متابع والحاجات اللي بتنشر أو بتتقال فيه الناس بتنسبها لنا ظنن منهم ان احنا ده الجروب بتاع البرنامج مالك وكتابة مالوهش اي جروب مالوهش اي صور يريد دس المخرج بعد اذنكم يوريكم الصورة بتاعت الجروب اللي موجود على باسم مالك وكتابة هتشوفوها طيب لسه كمان هو رخر مش جاهز الجروب باسم مالك وكتابة بصور صفحات عديدة باسم المهندس عادل القيعي وانا ما عديش اي صفحات لقيت اربع خمس صفحات باسم المهندس عادل القيعي اتفضلوا ده تنويه يعني انا مش عارف ان اشوفو فين كمان ده تنويه باسم مالك وكتابة هناك العديد من طلبات العضوية والمنشورات دهو السادة مسئولي ومشرف الجروب مالك وكتابة المحترمين وانه كذا وكذا وكذا ونرجو كذا طيب هاتلي الصورة نفسها بتاعة الجروب يعني دي واحدة من الصفحات اللي باسم المهندس عادلي حساب باسم عادل القيعي وصورته حساب تاني باسم عادل القيعي القيعي وصورته غيره ده هم اربعة او خمسة عادل القيعي صورة مختلفة وممكن الكتابة تبقى محا ومرة هيقولك الدولي عادل القيعي ومرة مش عارف المدير الصفقات وخبير الصفقات عادل القيعي بالاسم والصورة والجروب بتاع مالك وكتابة في صورة البرنامج هتشوفوها دلوقتي غريبة جدا كما لو كان ده الوفيشيل او الرسمي فعلا الصورة بتاعتنا بتاعة مالك وكتابة اللي هي في القناة هي المستخدمة وبعدين الصور المهندس عادلي صور متاخدة من البرنامج لقطات بروفايل من البرنامج باسمه هي المشكلة ان الناس بتكتب حاجات وقراء لا ياريت نشوف الصورة بتاعة الجروب نفسه اللي فيها صورة مالك وكتابة بالشخصين نفسهم هي دي الاخطر لانه فيها عدد كبير جدا اهي ده جروب بصوا مالك وكتابة بالصورة الاوفيشيل اللي هي في القناة صورة الرسمية والناس بتبعث لان الجروب بيقول حاجات شايفين ان هي بتدايق الجمهور او بتعمل مشاكل بالنسبة للنادي لانه كمان دي ودعاء الخانوني يابا اللي عامل ده حاطت الصورة الرسمية بتاعة الشخصين وحاطت اسم البرنامج بنفس الاسلوجن بتاع مالك وكتابة في التأكيد على انه ده جروب البرنامج او جروب عدل القيعي وابراهيم الميليس يعني انا يعني هنفضل دايما نقعد نعمل بلاغات والناس تزعل لما تقعد تبلغ المباحث الالكترونية بس الانت فعلا يقبل ده لكن محن مش عارفين مين وراه كمان هو يعني مش فاكرة نقول كلمتين حلوين عنك وبعد كده وبعد كده يروح حطت السم في العسل يدخلك في مشاكل او حتى لو كان كله اجابي يا سيدي بتاعلم انسب كلامك لنفسك اه ما تحط مش عايزين الفضل يرجع لينا احنا مش خلل حاجة الكويسة ليك اه مش صحاب فضل فيه يا جماعة انا والله مالية جروبات ولا اعرف اعمل جروبات وانا بشارك في جروبات وفي نفس الوقت مالك وكتاب اهو رئيس التحريل بيقولك مفيش حاجة من دي طبعا نعمل ايه احنا بستثناء الصفحة الرسمية اللي موجودة ضمن القناة ضمن قناة الاهلي ودي اللي تنزل على يوتيوب ودي الرسمية لكن غير كده انا ما عرفش يعني يعني زي ما انتو شفتو حتى المهندس عدلي اربع خمس صفحات اللي وقعوا قدامي كل مواحد يشتكب حاجة ايه اللي بيقوله عدل القيعة اقول لي عم اقلش حاجة يقول لي لا مكتوب فيبعتني صورة ابص طب هي صورته واسمه طب وبعدين وبعد كده جروب مالك وكتابة يعني انه تفرغ بقى للنواع القانونية ما نعيش حياتنا بقى وما نشوف الشغلين يعني يعني ما عرفش مع كل الاسف لو دخلنا في سكة قانونية زي ما الناس القانونين قالوا لازم يحصل تبليغ لازم يبقى فيه اجراء رسمي مش عايزين نضطر كده بس لو اضطرنا يعني اتمنى الناس يبقى يعني متفهمة ده لان انت ما تعرفش ده وراه مين ما فيه احيانا المنافسين اخرين بيعملوا ده ويفضل يقول كلمتين حلوين لغاية لحظة معينة حيضرب الضربة بتاعته وساعتها مش هتعرف تقول مين ده اتمنى انه الامر يكون واضح لانه الشكل اللي انتو شفتوه ده غريب وعجيب الحقيقة لذا لازم التنويه والتحذير ترجمة نانسي قنقر